اشتركوا في القناة هذا ما سنستعرضه مع حضراتكم في هذه التغطية فتابعونا كشفت وسائل الاعلام ان اكبر دفعة مساعدات تدخل اليوم الى قطع غزة وذلك في اليوم الثاني للهدنة الانسانية المتفق عليها بين حماس واسرائيل والتي تستمر لمدة اربعة ايام قابلة للتمديد برعاية مصرية قطرية امريكية وخلال ايام الهدنة سيتم ادخال مئات الشاحنات بالمساعدات الانسانية والاغاثية والطبية والوقود الى كافة مناطق قطع غزة عبر معبر رفح وتدخل الهدنة المؤقتة يومها الثاني في قطع غزة والتي بدأت حيز التنفيذ منذ السابع السابعة صباحا امس الجمعة حيث يسود الهدوء ميدانيا في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني اطلاق صراحة دفعة ثانية من الاسرى في سجون الاحتلال واطلاق صراحة دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بعد يوم من افراج سلطات الاحتلال عن 39 اسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا اسرائيليا اما عن عملية تبادل الاسرى في اليوم الثاني من الهدنة اعلن مسؤول اسرائيلي اليوم السبت ان حركة حماس ستطلق صراح 14 رهين جديدة محتجزا منذ السابع من اكتوبر الماضي وفي اطار الاتفاق المبرم بين الاحتلال وحركة حماس اعلنت السلطات الاسرائيلية انها ستقوم باطلاق صراحة اليوم السبت 42 اسيرا فلسطينيا وتم الافراج امس الجمعة عن عدد من الرهائل الاسرائيليين من قطع غزة بالاضافة الى الافراج عن الاحتلال المحتلين من الفلسطينيين الاسرى من السجون في اطار صفق التبادل الاسرى التي اتفق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال برعاية المصرية قطرية امريكية والتي تأتي مع اول ايام الهدنة وافراج الاحتلال عن 39 من المعتقلين في سوينها وذلك بعد ان اطلقت حركة حماس صراح 13 من الرهائل الاسرائيليين في غزة بموجب اتفاق هدنة بين اسرائيل وحماس وبموجب اتفاق الهدنة المقرر ان تستمر اربعة ايام تفرج حماس في المرحلة الاولى عن نحو 50 امرأة وطفلا اسرائيليا مقابل اطلاق اسرائيليين صراح نحو 150 سجينا فلسطينيا معظمهم من النساء والكسر وبالنسبة للشروط الهدنة فقد تم الاتفاق على توقف حركة الطائرات ستة ساعات في شمال القطاع خلال التهدأة وبشكل كامل جنوب القطاع تضمن قطر ومصر والولايات المتحدة صرايان وقف اطلاق النار ادخال 200 الى 300 شاحنة على الاقل من بينهما 8 شحنات وقود وشحنات المساعدات ستشمل القطاع باكمله جنوبا وشمالا كما تم الاتفاق على ان دخول المساعدات لغزة ساستمر لما بعد ايام الاتفاق ومحاولة زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل ودخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن اصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة و الى هنا تلتهي الضغطيتنا كنت معكم نيس ما فاروق و الى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى